جاءت بناء على تدعيات المرحلة منها تدخل التركي ومنها العلاقات الإيرانية العراقية مع الحكومة الاتحادية ومع حكومة الإقليم ومنها الرواتب الإقليم يعني هاي المتطلبات للمرحلة الراهنة اللي مر بها إقليم قردستان بالإضافة إلى أنه وجد حسن النواية من قبل السيد رئيس مجلسي وزراء السيد محمد الشاعر السوداني ورأساء الكتل السياسية وجاءت هذه الزيارة بناء على طلبات متكررة من رأساء الكتل السياسية ومن السيد رئيس وزراء لجناب كاك مسعود برزاني للقدومة إلى بغداد لكن على مرار سنوات عديدة لم يأتي إلى بغداد إلا عندما وجد هناك صدق في النواية من أجل حل هذه الأمور العالقة وتصفير الخلافات